عمر سألني سؤال وإحنا بنتفرج على مسلسل الاختيار فقال لي سؤاله قال لي سألني يعني يعني مين محمود مين أحمد ناصر منسي والإرهابيين فبنتكلم وبنتناقش وبناخد وندي فانتقلنا بكلامنا فبقوله إن في أفلام كترة جدا انت عملت عن الجيش المصري وعن الحرب 6 أكتوبر وعن البطولات الخارقة للرجال المخابرات المصرية وضربت له بقى مثلا برفعة الجمال أو رقفة الهجان وجمع الشوال وحاجات بالشكل ده والسعلب اللي عمله النور الشريف والفيلم بتاع محمود عبد العزيز بتاع إعدام مين حتى أننا نتكلم يعني فقال لي طيب هي الشرطة ملهاش بطولات بتقول لا الشرطة ليها بطولات والشرطة دورها حماية الجابهة الداخلية حماية الجابهة الداخلية قال لي طيب ملهاش شهداء بتقول لا ليها شهداء عساكر وضباط وكده قال لي طيب ليه مبنعملش مسلسل عن أبطال الشرطة بتقوله والله يا عمر انت عندك حق أعمال الشرطة المصرية وتحديدا الأمن الوطني جاني بالقصص اللي ممكن تتعامل المسلسلات لأن لما طفل عنده 13 سنة يبقى بيقول هي فين يبقى لازم تظهر خلال السنوات الماضية كانت فيه أعمال للأمن الوطني المصري بقى سنة زي اغتيال للمقدم محمد مبروك وغيرهم من الشخصيات البرزة في الأمن الوطني فأنت محتاج أنك تقدم هذه العناصر أو تقدم حاجات أنت عملتها مع أنك زرعت مثلا ناس لك في القاعدة في الجماعات الإسلامية والناس دي منعت وقوع كوارث محتاج أنك أنت تعمل ده تظهر البطولات اللي عملتها لحماية الجابهة الداخلية ومنع وقوع عمليات إرهابية وده أمر يجب أن تنتبه إليه الشرطة المصرية ما عافش إيه الإدارة المخصوصة بهذا الأمر يعني نعفو مساعد الوزير للإعلام واللعاقات العامة ما عافش هو بقى المنط بيه ده ولا في حاجة مثلا زي التوجيه الشؤون المعنوية كده اللي في قوات المسلحة موجودة في الشرطة لا لكن يمكن من الآن إلى رمضان القادم يتم الترتيب لبطولات الشرطة المصرية أو الأمن الوطني المصري في حماية الجابهة الداخلية ومنع وقوع عمليات إرهابية الشرطة المصرية بجانب الجيش بيحاربوا في سين لكن في حاجات بطولات انت عاوز تحبب الناس في رجال الأمن المصريين الناس اللي بتضحب أروحها عشان إحنا نعيش اللي أولادها بيتيتموا والنساهم بيترملوا عشان إحنا نعيش فمحتاج تعمل ده للمسم القادم أنا بحيي الأستاذ تامير مرسي وسينيرجي وأعلام المصريين على هذه الأعمال اللي بترسخ في وجدان الأطفال والشباب قيمة الانتماء وقيمة حب الوطن وإظهار البطولات اللي بيقوم بيها أبناء مصر في القوات المسلحة وفي المخابرات المصرية على مرر بقى فإحنا أنت محتاج في ظل الحرب الشارسة اللي بتتعرض إليها من الخارج أن الأطفال يعرفوا ويفهموا ويحبوا بلده ويدركوا إيه لأ الأعداء اللي برا دول بيعملوا إيه يبقوا طيارات إرهابية يبقوا تكفرية يبقوا دواعش يبقوا متنهلين بستين نيلة أنت من خلال هذه الأعمال بتوعي الأطفال والشباب والنساء والشعب المصر بصفة عامة إلى هؤلاء الأبطال بترفع درجة الانتماء عنهم فأنا أتمنى أن أشوف عمل عن بطولات الشرطة المصرية أو الأمن الوطني في حماية الجبهة الداخلية من العملات الإرهابية في الإبداع في زرع عملاء له داخل الجامعات الإرهابية أو ما إلى ذلك للحفاظ على الأمن المصر حاجة تانية عاوز أخش على كسبة مرتضى الكبرى اللي اجدبها مبارح مرتضى مبارح بفضل الله بفضل الله مكمل مع مرتضى وما بنخافش غير من الخلق مكمل مع مرتضى وما بنخافش غير من الخلق وليس لنا إلا دعوة وحدة نكررها في كل وقت وحين اللهم أنت حسبونا ونعمل وكيل في مرتضى منصور وكل ما نعاونه على ظلمنا بنتعامل بشكل خبري بنتعامل بشكل خبري وبناخد من بقه وبق ابنه وبنرد وعندي طبعا مفاجآت مدوية في الصفقات هقول لكم دلوقتي باليوم والساعة والسانية لكن عاوز أخش على الحتة دي لأنه مش أنا اللي باجي بالإرهاب أنه هو يشغل لجانه الإلكترونية ويحاول يعمل يعني أنت ما تحبش الزمالك ما نحبش الزمالك ياه انتهبل انتهبل وفي عد في مصر ما يحبش الزمالك والآله والإسماعيلي والمصر والاتحاد والأندال مصر والزمالك ده كان عظيم ورموزه عظيمة بس رموزه مش مرتدى وعياله رموزه هو حمد حسن حلمي حمد أمام حسن شحاتة حلم طولان أشرف آسم أحمد رمزي إبراهيم يوسف اشتركوا في القناة